فنان أمير مصري احنا بنرحب بيك معانا انت في كوب 27 احنا شفنا ليك اعلان وفيلم وترويج للكوب 27 عايز اعرف انت هنا ايه هي مهمتك وايه هو هدفك انا كممثل اولا عندي مسئولية ان استخدام من بلاتفورم بتاعي او صوتي لقضية مهمة انا دايما كنت مهتم بالحاجات الانسانية انا اصلا كنت عامل فيلم من سنتين اسمه لمبو كان بيحكي عن اللاجئين معازم الناس فاكرين ان اللاجئين هربانين عشان فيه حرب بس مش هارفين اصلا ان كمان ممكن هربين من المناخ فده اللي انا مهتم بيه وفخور جدا ان مصر يعني بالنسبالي من اقوى الدول في افريقيا هم الهوست السنادي فانا متفائل متفائل ان السنادي هيبقى فيه انجاز بدل ما هيبقى فيه بس وعد ان كمان برضو الشباب موجودين موجودين بقوة برضو انا كمان سفير للأمم المتحدة لمقتمر اسمه الشباب بلد بندعم الشباب ان يشتغلوا ولكن معظم هم مهتمين بالمقتمر المناخ مش بس عشان هم موجود في بلدهم هم عايزين يساعدوا العالم بشكل عام انا بالنسبالي كان ممثل انا حاسس ان القوة النعمة توصل الرسالة ودي ما حصيرش قبل كده فانا شايف ان الفيلم اللي احنا صورناه كمان المشاهد اللي موجودة حاجاتها حصلت حاجات موجودة دلوقتي فاحنا بنستخدم الشوك فاليو او بنحاول نخد الناس نوريهم ان ده بيحصل عشان يعرفوا ولكن في النهاية في رسالة ايجابية منقول لو احنا اتجمعنا مع بعض اه اه نقدر نغير امير انت عايش ما بين لندن وما بين مصر وليك اعمال فنية طبعا في مصر انت اخر اعمالك الفنية هنا ايه اه فلندن يعني اولي انت عملت ايه بتعمل ايه هنا وهنا لا حمد لله السنة دي اتم ممكن تشوفوني دلوقتي في فيلم اسمه هاشتاج جوزني هاشتاج جوزني 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 فيلم رومانتك كوميدي انا بقليه سنين كان نفسي اعمل دور رومانسي اوي فحمد لله الناس مبسوطين من الفيلم هو فيلم لايت ومين مش بيحب الحب فالموضوع موضوع لزيز عندي كمان مسلسل اسمه The Crown طبعا هينزل بعد بكرة انا ظنا هل انت تاين في دور دوادي الفايد محمد الفايد وهو صغير محمد الفايد بابا وبلغل ц就是 كل الناس دلوقتي مستنية الابيزودز الأخرانية دي أنت حزز هيتستقبلوه إزاي لأنه أراد ما نزل البرومو كان فيه شوية توجوم علشان وفات الملكة إليزابيز أنت متوقع إيه؟ نحن صورناه قبل الأحداث بس هو The Crown already دو فانز دو جمهور فلا أنا شفت أول ثلاث حلقات ومتصور بشكل طازع طازع جدا والتمثيل طازع اللي أنا مبسوط منه كمان السنة دي إن فيه كمية ممثلين من دول عربية بزات من مصر موجودين مشاركين في المسلسل فلا فيه مفاجآت فيه مفاجآت كبيرة جدا غير كده أنا عندي مسلسل اسمه Rogue Heroes كمان على بي بي سي ومسلسل تاني اسمه مجنونة بيك مسلسل برضو ميوزيكل فيها غنى في رأس تعرف تقلب بقى من عربي الانجليزي وإنت مثلا بتروح واقف كده طول يعني بحب أحضر من بدري عشان أكون جاهز فلا الحمد لله فيه فرايتي إن شاء الله سنادي الناس يعجبون بنبارك لك طبعا على الأدوار اللي هنشوفها وبنبارك لك كمان على حضورك وعلى مشاركتك في مؤتمر قيمة المناه COP 27 أنا بشهرك جدا أميرا ترجمة نانسي قنقر